بص بقى يا كريم طبعا الأحداث اللي احنا طبعناها والاعتداءات اللي حصلت كنا كلنا منتظرين هل النادي الأهلي حيتخذ يعني إجراء ولا لا وكنا وثقين ان النادي الأهلي اكيد مش هيعدي الموضوع كده وخلاص لان يمكن لما عمل النادي الأهلي ده قبل كده بعض الناس وحقول تاني بعض الناس افتقرت ان ده حق مشروع او زي ما بتقول كده يا كريم ساقوا فيها لكن فكرة ان النادي الأهلي يتغاضى عن فعل معين غير سوي ويعديه وانه كان حطت في الاعتبارات اعتبارات اخرى فيها نوع من الاخوة والسياسة والرياضة والترفع الى حد كبير لكن واضح ان القسم الآخر او البارتي التاني زي ما بتقال عنه ما وصل لوش ده فتيجي تاني سنة يتم تكرار نفس الامر ويمكن كمان بشكل ابشع فكنا متوقعين وكنا متأكدين ان النادي الأهلي هيكون لي رد فعله وبالتالي او قليلا نقولها كده تأكيدا للكلام ده هو فعلا تقدم النادي الأهلي بمذكرة لمعالي الوزير سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية عشان يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات اللي اتعرض لها الفريق واللعيبة والجهاز الفني وجهاز الاداري ده قبل وكمان اثناء وبعد مباراة الهلال حاجة كانت مشينة جدا واللي حدث تحدينا نحن نتكلم عن السبت اللي فات طيب الكلام ده كان مقبول لا الكلام ده كان غير مقبول تماما الأهلي صارت في مذكرته كل تفاصيل الاعتداءات اثناء المران اللي هو كان يعني الوحيد كمان للفريق في السودان كان في عندك ألعاب نارية كريم حاجة غريبة جدا كان فيه مشاكل كبيرة جدا وسواء انت بتتكلم هنا من الجماهير كمان اللي تم السماح ليهم بدخول المباراة بالمخالفة لقرارة اتحاد الافريقي لقرط القدم انت بتتكلم ان الناس دي دخلت ازاي يعني على اي اساس يا جماعة هو السماح ده كان بناء على اي خدوا اذن مين دي نقطة في غاية الاهمية كمان ما كانش فيه شروط او توفر شروط السلامة اللي حددها الكاف في الملعب كان فيه عندك يا كريم تجاوزات واعتداءات قام بيها بعض افراد التاقم الاداري او من البعض على افراد التاقم الاداري عندنا والطبي واعتقد كلنا شفناها يعني انت مش محتاج ان انت تثبت وقع الوقع مثبوتة كل حاجة متشافة ومتسجلة فكلام ده كله كان لازم ان احنا نقف عنده لازم يبقى فيه رد اعتبار ولازم يبقى فيه محاسبة في نفس الوقت وده اللي اكد عليه كمان النادي الاهلي فيه مذكرته وتكلم ان السفير المصري كمان بالسودان سيد السفير هاني صلاح بزل مجود كبير جدا مع البعثة وكان شاهد وكان موثق لكل الاحداث اللي انا اقررتها لحضراتكو دلوقتي اللي تاني هرجع اقول كلنا شفناها واللي سبق كمان تاني انها تقررت من جانب نادي الهلال والجماهير في اعوام كانت سابقة ورفض وقتها الاهلي وهأكد تاني التصعيد كان حرصا على العلاقات الطيبة بين البلدين فبجد انا لحد دلوقتي يا كريم مصدومة من الناس المصدومين وحبيتش ان انا افتح الملف ده انا وكريم او حتى نتكلم فيه في النادي الاهلي في قناة النادي الاهلي غاية لما يبقى فيه بيان رسم من النادي وده احتراما طبعا وده الاصول اللي كانت لازم تحصل بس طالما البيان صدر يا كريم لازم بقى فيها كلام كتير جدا احنا مش عارفين ده ليه بيحصل ولا ليه بيقرر وهل الكاف يعني هياخد الموضوع ده انتو كونسيدريشن او يعني بمحوى بمحوى الجد وحيبقى فيه محاسبة ولا الموضوع هيعدي وخلاص ده اللي احنا اعتقد حنعرفه خلال كمان الايام اللي جاي لما تحصل وقع موسفة من النوع اللي احنا بنتكلم عليه مع حضراتكم من الجهاز الاداري لفريق تاني او من جماهير فريق تاني من اي جنسية غير سودانية فيه مساحة لان الكلام ده يحصل لكن في حالة مصر والسودان فريق مصري وفريق سوداني لمليون سبب من مليون اعتبار الكلام ده ماينفعش ومايصحش ابسط الامور عشان الجملة اللي قالتها نهوان ده وخاتبت بها جزء الأخير من كلامها الاعلاقات الطيبة التاريخية كمان اللي بين مصر والسودان حكومة وشعبة ده مش حاجة جديدة ده من قديم الازل احنا طول عمرنا المفروض ان احنا واحد بس انا مش عارف ليه الرياضة ساعات ساعات بدل ما تجمع بتفرق على كل الاحوال دي الواقع اللي حصلت وده كان رد فعل النادي الاهلي